سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما يحدث من معجزات في فلسطين لا يخفى علينا ولا عن أي عقل يفكر فكما نصر الله سبحانه وتعالى المسلمين في بدر رغم قلة عددهم وأنزل جنودا تحارب معهم ونصرهم ورد كيد الكافرين وجعل كفتهم هي الأرجح وكما حمل الله الكعبة المشرفة من أبره الحبشي وجنوده أيضا بجنود من خلق الله من نوع آخر وكما نصر الله المسلمين في غزوة الخندق أيضا بجنود من نوع آخر فجنود الله لا تنتهي وتتعدد أشكالها لكي نعلم قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته فهل يخفى علينا قوة التسليح والدول المساندة لإسرائيل بجد يعني بالقول وبالفعل وإن الإسرائيليين بكامل عددهم وكلهم جنود وفي الجانب الآخر لا يخفى علينا أيضا صمود وقوة الفلسطينيين في دفاعهم عن أرضهم وتأييد الله لهم فبرغم ضعفهم وقلت تسليحهم وقلت عددهم فهم شريحة من المجتمع الفلسطيني وليس كله ولكن كل شيء له حكمة من الله ووقت يتحقق فيه فاللي بيحصل في فلسطين ليس بخاف على الله وقد سمع الله دعاءنا والنصر آت لا محالة ولكن لكل شيء معاد وتأييد الله بجنود لم نتوقعها مستمر فالريح والعواصف الطرابية التي تجعل إخواننا يتحرك بشكل إيجابي فهو نصر لهم وتأييد الضباب الكثيف الذي أنزله الله ليمكنهم من زرع وتفجير العبوات الناسفة في آليات الاحتلال دون أن يروه فهو جند من الله سبحانه وتعالى صمودهم وخرجهم من تحت الأرض كأشباح في وجه عدو غاشم ألقى الله فيهم الرعب والخوف فهو نصر وتأييد لإخواننا المقاومين عن حريتهم وعقيدتهم وأرضهم فمن أين تأتيهم هذه القوة والشجاعة فهي معجزة من الله سبحانه وتعالى وما حدث في الأيام السابقة من تبشير رجال المقاومة لبعضهم بأن الملائكة تحارب معهم في الميدان وهم يرونها فهو تأييد من الله وربط على قلوب هؤلاء الرجال الأقوياء وأمنهم وفي المقابل رعب المعتدي فالملائكة مع المجاهدين في سبيل الله أينما حلوا أو ارتحلوا طالما باقين على عهدهم مع الله أما إن حادوا عن طريق الله تركتهم الملائكة فالمقاومين هم شعاع الحرية لأرض جعلها الله في رباط إلى يوم القيامة وقال شهود عيان أن منصات السواريخ كانت أمام طائرات الاستطلاع الاسترائيلية دون أن ترصدها هذه الطائرات فصدق الله العظيم حيث قال وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنْ أَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فهي محنة بداخلها منحة من الله وأقسم آخرين أنهم يسمعون خيل يجهد معهم والقصف المستمر الذي يخطئ غالبا فالمدد من الله مستمر ويدهش الجميع هل كان أحد يتوقع أن تستمر المقاومة كل هذه المدة؟ هل كان أحد يتوقع لجوء إسرائيل للمجتمع الدولي لحل لكي ينهي هذا السجال؟ وطبعا حسب ما تمليه مصلحتها لأنها لم تعد قادرة على النزال يعني بتنقذ نفسها من الهاوية ويقسم المجاهدين بأن جنودا يقاتلوا معهم ولكن لا يرونهم والمقاومين حتى لا يسمعون أصوات الانفجارات وهي بجانبهم فبدل الله خوفهم ورعبهم أمنا وثقة في النصر وثباتا ورباطة جأش في الميدان فصدق الله العظيم حيث قال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فهذه الآية دليل حي على رعب الصهاينة وعجزهم عن مواصلة القتال فلولا جنود الله التي أيد بها المقاتلين في سبيل الله لما صمدوا كل هذا الوقت ولكن الله له تدابير أخرى إن شاء فكل شيء عنده بحكمة فكل ما يحدث في فلسطين معجزات من الله عز وجل لكل من له قلب فالتغلب على دبابات الإسرائيليين المزودة بأحدث التقنيات وعدم رؤية العدو لهؤلاء المقاتلين وكأن الله أعمى أبصارهم فهو تأييد من الله سبحانه وتعالى وتثبيتا للمؤمنين الذين يجاهدون في سبيله وتحقيقا لآيات القرآن الكريم وإن شاء الله يأتي موعوده بالنصر ففي فلسطين أعراس وشهداء تزفهم الملائكة إلى السماء إلى العدل بعد الظلم وإلى الراحة بعد التعب إلى رب السماوات والأرض إلى من كتب لهم الشهادة فهنيئا لهم وسلام عليهم ذهبوا إلى من تجتمع عنده الخصوم ويتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا ثم يقتلوا في سبيل الله مرارا لما يروه في الجنة من فضل الشهادة وليخبروا أحداءهم بما أعد الله من فضل وكرامة للشهداء في سبيله فالله معكم أهلنا وإخواننا في فلسطين بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره ما يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم